المرشد الايراني يشغل منصبه مدى الحياة ولديه اعلى سلطة في البلاد تتفوق على جميع السلطات الدستورية الاخرى وتوفر له مكانته الفصل في كل شؤون الدولة ينتخب اعضاء مجلس الخبراء ولا يمكن عزله الا بواسطة المجلس ذاته ولديه صلاحيات تحديد السياسة العامة وعزل رئيس الجمهورية ويشرف على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية ويختار قادة القوات المسلحة ورؤساء الاجهزة الامنية وله سلطة مباشرة على الجيش والحرس الثوري واجهزة الاستخبارات ويتمتع بالسلطة اعلان الحرب والسلام واصدار القرارات الخاصة بالسياسات النووية اما الرئيس الايراني يعتبر ارفع مسئول منتخب ويأتي في المرتبة الثانية بعد المرشد ويعطي الدستور صلاحيات تنفيذية مقيدة ويتولى المنصب لمدة اربع سنوات فقط قابلة للتجديد مرة واحدة ويتولى مسئولية تسير الامور اليومية لشؤون البلاد وتوجيه الحكومة لتنفيذ القوانين التي يشارعها البرلمان ويوقع المعاهدة والاتفاقيات التي اتبرم بين الحكومة وسائر الدول الاخرى ويختار الوزراء ولكن يجب ان يوافق البرلمان عليهم كما يمكنه عزلهم ويعين الصفراء المرشحين من قبل وزير الخارجية ويوافق عليهم او يرفضهم اشتركوا في القناة